هؤلاء من تشجعوا وفتحوا محلاتهم وزينوا واجهاتهم وحضروا بضاعتهم وافتعدوا لاستقبال الحرفاء خاصة في نصف الثاني من شهر رمضان رغبا تخوفات الأمنية التي رافقت اختيال الشهيد محمد البرامي خايفين ولا خايفين دجال يوم أصبح محلينيش حالين يكون شلاشية وكي ما قلت لك ربي قدر الخير وبرك العباد ما ثميش العباد لكل خايفين شادين ديارة خدمة ما ثميش أنا حاليني فبط من التسعة عامدة الليلة وطوينش عرفت ودرت لأحداش غير ثلاث ما ثم شي الأمور السياسية تغات برشع على الأمور الاقتصادية وتغات برشع على التفكير المواطن وتغات على وقفة المواطن رزنت عليه القفة معناها فريمو ومعناها المواطن معاش ملاحق على حد شي خافة من المشاكل وكهو خافة من المشاكل وكهو ونصيح على الشعب التونسي الكل بجاه ربي يشد الرياضة وسيبونا بركة خلينا ناخد مخلي العباد يكل تأكل خبزة معاك تم عباد تحب تفلق من اللول وتحب تعمل الفوضى في البلاد وتحب كذا نحن الشقس الحمد لله ثم ركحة البلاد تشوف شارع كامل فرق كسكوس ومفميش فما عتحد لبش يقضي لبش يحوص لبش يقول لها شد ديارها خايفة والله بس سعر هذا ركحة نحن الشقة البطر لبس الحمد لله بيقدر الخير وبالرح نحكي لك على السيد توفى الله يرحمه خدمتنا سكرنا نهار في جرته هو كو تسمى الله يرحمه كو هذه الاحتجاجات والاضرابات كان لها نعكاس ثلبي على الحركات الاقتصادية في البلاد تجارة كاسدة ومواطن خائف وتجير احتار في أمره ريتم تعل الخدمة طاعة برش طلقنا برش برش وربي استرناك رأي من ربي مشكورة الخدمة وزيد كاملوا عليها الجميع من الأول البلاد من الأول بركة اقتصاد البلاد بركة طبيعة مش ترجع بالوبيل على التجار مش ترجع على الروندمون على رسيت على دفوعات التاجر وعلى كل شيء في المواطن بالطبيعة المواطن يكون مش يحبط مش يقلي مش يشري حاجة مش يفرح صيارات وكذا بالطبيعة مش يشدار ولا يشوف أجل الشراء هذية بيش لعبيت ولا خافوا شوية وميجيوا وش مات قلت مات هذا الهدوء النسبي والحركية المنعدمة وسط المدينة ليس المشهد السائد بل ظهرت في أماكن أخرى حركية عادية للمواطنين الذين خرجوا للتنزه ولقضاء حاجيتهم لا لا لبس حمد الله مثلا مش مشيكل حمد الله لبس نسبة لنا هنا أمورنا الحمد الله لبس ما فهم حتى شيء ما فهم حتى خلق تم شوي رعب ما لبس حمد الله فهم الحركة وفهم العباد تمشي وجي وقعد تقضي ومورنا واضحة هنا لبس نحب أن نقول لتونس إن شاء الله لبس وتعيش جيمة لبس رغم الأجواء المشحونة والتخوفات الأمنية إلا أنه لم تحدث تجاوزات ولا أضرار بالممتلكات العامة والخاصة هذه الصدمة التي أثرت في التونسيين عليها أن لا تؤثر في مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي ونحن في موسم العيد أحد أبرز مواسم الانتعاشة الاقتصادية اشتركوا في القناة